بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله تبارك وتعالى بجميع محمده ونصلي ونسلم على صفوة خلقين نبينا محمد على آله الطيبين الطهيرين وصحابات الأكرمين ومن تبعون بإحسان إلى يوم الدين وبعد الإنسان أو من سنة الله تبارك وتعالى في خلقه أن الإنسان لا يدوم على حال فالحال يتغير دائما يعني من غنى إلى فقر أو من فقر إلى غنى والحال كذلك يتغير من صحة إلى يعني ضعف في الصحة أو إلى مرض عفانا الله وإياكم والحال كذلك يتغير من الشباب إلى الشيخوخة وها هي دي سنة ربنا سبحانه وتعالى في الخلق لذلك المؤمن الكيس الفطن هو الذي يعني حاول أنه يغتنم العمر ويغتنم الصحة ويغتنم الشباب في طاعة الله تبارك وتعالى أنت اليوم بتتحرك وتذهب للمسجد بتستطيع أنك أنت تجلس تقرأ قرآن تصلي تقوم تركع تسجد غير أو الكلام ده ممكن هيجي عليك وقت تلاقي نفسك بدل نفسه هيضعف هيصيبه الوهة إيه دا سنة ربنا سبحانه وتعالى في الخلق لذلك هذا الباب مهم جدا هو المبادرة إلى الخيرات المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه الخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد الإقبال عليه بالجد من غير ما تردد يعني ربنا موفقك لعمل صالح خلاص عجل بهذا العمل اليوم قبل الغد هذه الساعة قبل بعد ساعة لأنك أنت تعلم الغيب أنتش عارف بعد شوية اللي لا يحصل لذلك لازم أنك أنت تبادر إلى الأعمال الصالحة وتسارع ولذلك جاء دائما في كتاب الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض أعدت للمتقين وفي سورة الحديد سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين أمنوا بالله ورسوله وفي سورة المتففين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في أمور الأخيرة هتلاقي دائما ننتيج صيغة المصارعة المسابقة التنافس أما في أمور الدنيا مش هتلاقي في أبدا أي في القرآن كله بتقولك أنك أنت سارع على يعني سارع في البحث عن الرزق السارع في الكلام دي لا زيك تبصت دائما في سورة تبارك إيه فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه يعني على مهلك لأنه رزقك ده أصلا مضمون هو جاي جاي أنت بس مجرد تاخد بالأسباب وهو جاي إن شاء الله قال الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات أي سارعوا إليها قبل فواتها وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين يعني حتى العلماء بيقولوا إذا كانت الجنة يعني عرضها السماوات والأرض ما الطول هيكون هذه ومعلوم إن الطول بيكون أطول من الإيه الطول أشد من العرض أو أطول من العرض العرض بس السماوات والأرض ما الطول هذا يعني سبحان الله ملك الله تبارك وتعالى واسع يقولوا تعالى باديروا إلى مغفرة من ربكم أعمال توجب المغفرة كالإسلام والتوبة وأداء الفرائد وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين خص العرض بالذكر لأن طول يعني كل شيء غالبا أكثر من عرض وأما طولها فلا يعلمه إلا الله عز وجل في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باديروا بالأعمال في ثانا كقطع الليل مظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصلح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا يعني لما جلوا الدنيا جلوا المكاسب ممكن يبيع دينه في غمض تعين في هذا الحال يعني كثير من الناس تصيبوا فتنة الدنيا يبقى في الحديث الحث على اغتنام الأعمال الصالحة قبل ظهورها ما يمنعها قبل ظهور ما يمنعها وفي الحديث عن أبي سر وعت عقبة ابن الحارث رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصرة فسلم ثم قام مسرعة فتخط رقاب الناس إلى بعض حجر النساء ففزع الناس من سرعته يعني اعتدوش تشوفوا السرعة ضمن النبي عليه الصلاة والسلام فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكارهت أن يحبسني فأمرت بكسمتي وفي رواية كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكارهت أن أبيثه التبر كتع ذهب أو فضة في الحديث المبادرة لأداء الكربات وفعل الخيرات وفي الحديث كذلك عن جابر رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن كتلت فأين أنا قال في الجنة فألقى تمرات كن في يدي ثم قاتل حتى كتل رضي الله عنه ورده الحديث المبادرة إلى الخير والمسارعة إليه وفيه ما كان الصحابة عليه من حب نصر الإسلام والرغبة في الشهادة ابتغاء مرضات الله عز وجل وثوابه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرى أي الصدقة أعظم أجرى قال أنت صدك وأنت صحيح شحيح تخشى الفقرة وتأمل الغناء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلكوم قلت لفلان كذب ولفلان كذب وقد كان لفلان طيب من تاوي أنت في صحيحك حاول أنك أنت من الآن يعني إيه تسارع إلى هذه الأمور الحلكوم وهو مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب في الحديث فضل الصدقة في حال الصحة وفي الحديث كذلك عن أبي سعيد خضري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمئة عند موته يعني أنت في حياتك كنت في شبابك كنت في صحتك لو تصدقت بدرهم واحد بس ده أفضل لك عند ربنا سبحانه وتعالى من أنك أنت يجي عليك يوم وكون على فراش الموت أطل الله أعماركم جميعا وتيجي تقول مثلا إيه أخرج هذا يعني مائة درهم أو ألف درهم أو حتى مليار لا الدرهم ده هو يصبق كل هذا المال ليه لأن انت في حالة الصحة بيكون السواب أعظم أعجر عند الله سبحانه وتعالى وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول وأنا أنا قال فمن يأخذه بحقه فأحجم القوم فقال أبو دجانة رضي الله عنه أنا أخذه بحقه فأخذه ففلق به هام المشركين أبو دجانة اسمه سماك ابن خراشة رضي الله عنه أحجم القوم أي توقفه وفلق به أي شق هام المشركين يعني إيه جابهم كده بالسيف الحديث هام المشركين عن رؤوسهم يعني الحديث المبادرة إلى قتال المشركين بالجد إذا أمكن ذلك وفي بعض السيار عن زبير رضي الله عنه قال وجدت في نفسي حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم السيف فمنعته وأعطاه أبا دجانة فقلت والله لأنظرن ما يصنعه فاتبعته فاتبعته فأخذ عصابة حمراء فعصب بها رأسه يعني في وقت الجهات حين حامل الوطيس بقى واشتد الحرب فقالت الأنصار أخرج أبو دجانة عصابة الموت فخرج وهو يقول أنا الذي عهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخير ألا أقوم الضهر في الكيور أضرب بسيف الله والرسول فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله لأن الله سبحانه وتعالى جعل قوة المؤمن بكم من الكفار من يعرف قوة المؤمن بكم من الكفار عشرة عشرة فشك ذلك على المؤمنين فخفف الله تبارك وتعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف فإياكم منكم فإياكم منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإياكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين نحن لسه وإحنا بنتابع كده المقاومة في فلسطين وكده يعني ربنا ينصرهم على عدائهم واحد بس أتل يعني في ساعة واحدة تمانية من المشركين تمانية من اليهود ده لسه من أيام يعني الأسبوع اللي فده اللي امتابع وسمع البيان الأخير لأبو عبيد فسبحان الله يعني الله عز وجل جعل قوة المؤمن يعني بعشرة من من الكفار وفي الحديث كذلك عن الزبير بن عدي قال أتينا أنسة ابن ملك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال إصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم سمعتوه من نبيكم صلى الله عليه وسلم الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يبادر لصالح الأعمال وإن لحقته المتاعب والمشاك ولا يتركب الخلوة عن ذلك ونكتفي بهذا القدر حتى لو نمثل عليكم ونسأل الله تبارك وتعالى أن وفقنا وإياكم للمسارعة والمبادرة والمسابقة إلى طاعة الله عز وجل وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد عليه وسلم